بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْرَى تِلْكَ آيَاتٌ كِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَابَ لِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْفِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيمَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلط السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءه والقبر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا من حق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض بآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأولهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقطي إليهم أجرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الطرود على نارجا بهنه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى طر مسه كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبل كلما طلبوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بين التنقال الذين لا يرجون لقاء ألأت بقرآن خير هذا أو بدني قل ما يكون لي أن أبدنه من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقنون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك يقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنصد عليه آية من ربه فقل إنما الخيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جراءتها ريح عن صفر وجراءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم بعم الله مخلصين له الدين لئن أنجئتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به مبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وزينت وظن أهلها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنم الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم في الله ما لهم لما الله من عرص كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين همالك تبلو كل نفس ما أسزفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأما تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يكونون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تقويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانفر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بنيئون مما أعمل وأنا بنيئ ومنهم من يستمعون ولو كانوا لا يحملون وترجمون ومنهم من ينفر إليك أفأنت تدهذه العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين علهم أو متوفينك فإلي ما مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا أجلاء رسولهم قضي بيبهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابهم بياتا أو مهارا ماذا يستعجل منه المجردون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في السنور وشفاء لما في السنور وهده ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير بما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أأى الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال ثرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحفنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدئ للكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو الصميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بتاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشبيب بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فلجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأخرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك طبعوا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئهم آياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتكونون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفثنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتكوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطره إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومنئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولنجنا برحمتك من القوم الكافرين فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤلمين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأنوالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أنوالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأمين قال قد أجيبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعنا سبيل الذين لا يعلمون وجلوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجلوده بغيا وعدوا حتى لا إذا أدركه الغرق قال آمنت حتى لا إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد لوأنا مني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جناءتهم كل آية حتى يروا العظام الأنيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها لما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ححظ علينا منجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بمكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ترجمة نانسي قنقر